صباح الخير عليك يا مصطفى وصباح الخير على كل المشاهدين في كل مكان أهلاً بحضراتكم في حلقة يوم الثلاثة والحقيقة أنه العالم كله بقيله كم يوم مشغول بمرض غامض وجديد بيصيب الأطفال وإلى الآن مش معروف لا مصدره ولا معروف إيه هي أسبابه هو مرض التهاب الكبد الحد ولحد دلوقتي بنتكلم في تسجيل حوالي 169 إصابة حول العالم يا مصطفى صحيح والغريب طبعاً بعد الكورونا يعني أن هذا المرض ظهر في بريطانيا أول مرة علشان كده 169 حالة إصابة منهم 114 حالة في بريطانيا الباقي في الولايات المتحدة في أسبانيا في الدنمارك في هولندا في إيطاليا وغيرهم من البلاد يعني نقدر نقول أن مصدر الإصابة الرئيسي في المملكة المتحدة وأن هذا المرض انتقل بعد كده ل 12 دولة أخرى علشان كده مصطفى احنا بنتكلم عن ما تحدثت عنه منظمة الصحة العالمية لطلعت بيان وقالت فيه أنها بترائب الوضع الصحي في الدول دي وبتعمل كمان حالة من الرصد والاستقصاء لطبيعة المرض وكمان الوقوف على أسبابه الجانب الإيجابي يا هدير أن الحمد لله إحنا في مصر حتى الآن ما عندناش أي حالات إصابة ذكرت بهذا المرض الغامض والجديد وزارة الصحة أكدت ده أكتر من مرة وقالت أنه ما تمش رصد أي حالة ما بين الأطفال وخصوصا أنه الحد الآن لم يثبت علميا أن المرض بينتقل من طفل إلى طفل آخر وأن الأحوال عندنا في مصر ما زالت مطمئنة الحمد لله حتى الآن للغاية لكن بكل تأكيد ده ما يمنعش أننا نعرف إيه اللي بيحصل حوالينا في العالم لأنه في الآخر العالم قرية صغيرة علشان كده احنا النهاردة في نهاية حلقتنا هيكون عندنا فقرة نتكلم فيها عن تفاصيل هذا المرض إيه سر انتشاره في أوروبا والغرب وإيه هي ممكن تكون أسبابه اللي بتتحدث عنها منظمة الصحة العالمية ربنا يحفظ ولادنا جميعا في كل مكان بنصبح على حضراتكم في كل مكان وصباح الخير يا مصر